نحن في عام 2011 لما نلنا شرف استضافة كاس العالم الكثير يعني تحدث على موضوع على حجم الاستثمارات اللي تخص كاس العالم للأسف كان في خلط للرسائل يعني البنية التحتية اللي الدولة اشتغلت فيها وبنتها ووفرتها للبطولة هي ضمن الخطة اللي الدولة اصلا اطلقتها لعام 2030 ضمن رؤية قطر عام 2030 الحمد لله يعني كاس العالم ساهم بشكل كبير وبشكل جدا ايجابي لتسريع وطيرة هذه الخطة وتنفيذها اولا التوجيهات سمون امير بالنسبة لنا واضحة وكانت منعكسة دائما حتى حديثة للناس في خطابات مجلس الشورى الحكومة مهمتها طبعا ادارة الدولة وادارة موارد الدولة وتحقيق اعلك افضل كفاءة من افضل انتاجية من هذه الموارد وهذا طبعا جزء رئيسي من مهمة الحكومة هي تقديم الخدمات سواء كان للمناطن او المقيم سواء كان للمستثمر او للسائح اللي هي فيه المفروض ان هذه تتحقق ايضا عوائد للدولة وتحقق يعني تعظيم لهذه الموارد الدولة لها دور معين بتقديم افضل خدمات رعاية صحية ممكنة لكل من يعيش على ارضها طبعا فيه اكيد ان راح تكون فيها مشاكل يعني مع مشاكل ادارية قد تكون تحدث هنا وهناك نسمع يعني نسمع عن بعض الشكاوى بخصوص مثلا موضوع تأخر المواعيد وغيرها ولكن هذا لا يعني ان الخدمة الصحية هي ليست بالمستوى المطلوب الحمد لله يعني كانت هناك مثلا ازمة الكوفيد القطاع الصحي اثبت صلابته في دولة قطر اثبت ان يعني حقق ما لم تحققه دول فيها مؤسسات صحة عريقة يعني مستشفيات عمارها فوق المئة سنة ما قدرت تتحمل اللي تحمله مستشفى ما يعني ما صار له اكثر من ثلاثين سنة يمكنها وخمس ثلاثين سنة اللي بهم مستشفى حمد ووزارة الصحة وكل مرفضة لا شك انهم قاعدين يقومون بجهد ولا شك انه فيه اوجه قصور وفيه تحديات احنا ما ننكر هذا الشيء وهذه التحديات يعني احنا قاعدين نتابعها بشكل حفيث طبعا احنا مع وزارة الصحة يعني تحدثنا معهم على اهمية وضع خطة لتجاوز هذه العقبات الادارية وتحسين مستوى الخدمة ان شاء الله رح تبدأ تنشاف نتائجها يعني بعد الشهر الفضيل ان شاء الله على نهاية شهر اربعة رح يكون في بعض البرامج اللي تسهل عمليات مثلا الحصول على الموعد في اسراء وقته اشتركوا في القناة